مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاصة نصدفه في توفيق مونيب مهندس معماري باش نهضر شوية على الشد الحبل اللي كان ما بين هيئة مهندسين معماريين ومجلس المدينة الداربدة بسبب تأخير والتعطيل في إصدار بعض الرخص سي توفيق مرحبا بك شكرا شيح مد على الفرصة جديدة اللي اعطيتوني باش نكون مختصرين هاد المشاكل اللي كان خبير لسي توفيق اشني خلفيات الصراع ما بين هيئة مهندسين معماريين ومجلس مدينة الداربدة في الحقيقة ما كانش صراع غير ما كانش حيوار بالعكس حيوار على كيفاش ننتجوه اكتر من الملفات واكتر من الرخاص وهذاك المنصة اللي خدموا عليها المهندسين سنين ورقمانية باش يتعطي النتائج لها لتتخها المدينة فليهذا اليوم احنا نعيش واحدة العزمة ديالا عدم التفاهم على المصالح ديال المدينة واللي تتتخها مجلس المدينة واللي تتتخها هيئة المهندسين اذا احنا اكتر تتسمى المهندسين اكتر مع مجلس المدينة خاصة نشوفوه شنوه ولي صالح لهذه الدار الخدمات مثلا انه خاصة واحدة الكفاءة تكون تتقود هذا الدار الخدمات وتتسير مزيان المهندسين اللي عندها وطاقة الجداد اللي اخداو ونكونو تنوضفوهم وتنفوضو لهم على حسب لمقاطعات كاملين لأن هذا العمل سينتج اكثر الرخص واكثر الفرص والتعويضات التي تتسنى على المجلس المدينة واشهد المشكلة بان غير مع المجلس الحالي ولا كنت تتعاني ايضا مع المجلس السابق شكرا على السؤال هذه المشكلة بان مع المجلس الجديد من يدخل هذا المجلس الجديد تخصو ياخد هذه المهندسين كمستشار ويقدف بها جميع المشاكل اللي تتهم المعمار والبناء والرخص ويكون تستشر معها حتى على تعيين واحد المسؤول ولا واحد المسؤولة ويكونون في جمع واحد وطاقة واحدة لكي نمشيوا هذا الميل فاتدي للرخص لأنها مهمة وتدخل إمكانيات مالية بعد النواب العمدات الضربدة ويقولون بأنه يعني تابعون منهم سي مرشيد وعضوا في مكسب مصير قال بأن المهندسين لا يأتيوا أي ملف واحد يتبطوا هذه المسائل التي تتعادروا له ليس هذا الاتجاه اللي خاص يأخذ سي مرشيد الاتجاه هو أشنل السيعيق إنتاج الرخص بكثرة وبغزرة لكي تتلبية طلبات دي المواطنين ودي المشاريع ودي السرعة اللي طالبها مجلس المدينة باش يقوي الإيقاع دي المدينة دياله ونحن الآذات في يد مجلس المدينة إذا عرفوا يتعاملوا بيارة غادي ينتجوا فوق الاحتياجات ديالهم فوق اللي تيتوخ من بالمؤخرة التي خرجت على هيئة المهندسين قالوا علاشي أن التوجوه كان ضد مجلس المدينة علما أن الوكر الحضرية يعني يل دبغزي تقول مسؤولة على القطعة التعمير في مدينة الدار وفعلا حينت راقلنا بأنه المشاكل بدأت مع مليجا المجلس الجديد مليجا المجلس الجديد خصو ياخد هاد المؤسسة بواحد نزام وواحد التسير يكون شامل مثلا ما عندناش مدير ديال ده الخدمات واللي مفوض له ما عندناش تفويد المهندسين كانوا واحد عشره ديال المهندسين ولا اكتر و ديال الأطار كانوا فاهموا المواضيع و فاهموا الملفات فاهموا المقاطعات كلهم و الاحتياجات ديالهم و السرعة باش غادين وكنا غادين في واحد الريتم و يوقف وعدش غادين نجي على غادين الشي ما انش و احد اللي ما عندو شكوف غاد يديرنا اه اها اه واخنتاس يا سيد صوفيخ متموهندسز يتخدم في الميدان اشن هو الحل باش ننخرجه من هذه الأزمة هذي اه الحل را كاين و رابدين فيه واحد الأسبوع سيد اه اخدال التعيين باش يعمل ولو الموظفين فرحوا الموظفين جميع ديال دالالغدمات ولو خدمين حتى الستاشر ساعة وتبقى تم حتى الستاد العشية وتستقبلوا المواطنين بالوقف ولكن خاص امكانيات ومكاتب وخاص كمبيوترات حين تحنا دباف المنصة الرقمانية خاصنا نعالجوا الأمور تقنيا ونعطيوا لهذا الموظفين الإمكانيات الكافية فقدرنا على الوكالات الحضارية على الداربيدة لكن رغم إحداث الوكالات الحضارية سواء مدينة الداربيدة أو غير مدينة الداربيدة المدن المغربية لم يكن شو حد طفرة على مستوى التعمير ديالها على مستوى التطوير على البنية المعمارية ديال هذه المدن إذا كان الوكالات الحضارية ستقدم مدينة الدارية فعلاً فعلاً احنا كنت قام بعمل مؤسسات كلاً للوكالات الحضارية والليوم كان لدينا مشروع تجديدهم من الوزارة اليوم ما قلنا نقوله هو أنه كيفاش هذه المؤسسة هذه ما تكونش غير إدارية ما تكون مواطنة وتتمارس التنمية والتسريع ديال الفرص ديال الاستثمار و ديال المشاريع إذن هذور هما أغلبية ديالهم مرهم مهندسين ومهندسين معمريين يعرف الميدان ديال البناء ويعرف التقنية ويعرف حتى الأداءات اللي خصة تكون وحتى السرعة ديالها اليوم تنظن جايها التحول أنهم غديش يبقوا غير إدارات وغديكونوا مواطنين وتيسيروا النمو والعداد وديمغرافية والعادة ديال المشاريع اللي كاينة ولسيما عندنا فرص جديدة دابال في المغرب عندنا أفوق ديال الفين وخمس وعشر وعندنا الأفوق ديال الفين وثلاثين وهذا كله يتترجم أننا خلقنا فرص جديدة ومشاريع جديدة وتمكن منا الشباب ديالنا كيف يكمل المشكلة في غياب رؤية في غياب مشروع مشتماعي باش ندلوا موذولي حي الأقل تتتجمعها أو عند شوية مطابقة لما هو في موراء البحر أبيض المتوسطي سوف ندر بصيفة عامة كنا نساوب تصميم ديال التهيئة كنا نساوبه في المكتب ويساوب تصميم ديال التهيئة يتصو في المكتب ويتصو في واحد الأشياء ديال أندوميليم لا ينفعنا في عامة 1950 كنا نساوب تصميم في واحد الأشياء الكبيرة لا ينفعنا في المكتب ويتصميم عندهم كفاءة ولا ينفعنا في الاساسي ولا ينفعنا في الطانويات سوف نحصل فيهم ويحاول في الطانويات ولكن يتصميم الثلاثة من القوانين ويساوب تصميم ويساوب ونعطيه الماليه. سي سوفيق شكرا جزيلا ان اعطيتنا شوية من الوقت دياليك. مرحبا مساهمة باش احنا مع مجلس المدينة نتعاون معهم وكهيئة منظمة والمهندسين مواطنين كبار في فوصل المدينة. شكرا جزيلا سي سوفيق متتابعي قناة انفاس بريس. الى اللقاء في فرصة قادمة.